موسيقى شكلنا معصبين شو أناك يسر ملهاب؟ لا مو أنت ميليسا مو أنت لو اتطلعت بوشي وقلت كنت وقتها صدقتك أكتر موسيقى خلصنا بقى أوزان شو نحنا متزعلين يعني؟ آه ليك رح أبكي ها؟ واقف حاجتك بقى ماشي أنت كمان حكيش بدايقني ومنتصافة أنت متأكدة؟ متأكدة وإذا بدك أضربني بكل قوتك ما بدك ميليسا؟ تأكدي إنه بدك شو هاد؟ شو يعني خايف إني اتضايق منك؟ ولا أنت شفقان علي؟ لك أنا ميليسا لا تنسى ما بصر لشي أي شفقان عليك بتعرفي هالشي؟ حتى لو كنت متبنة على القليلة كان في عندي أم تخاف علي وتحميني أما أنت لحالك بهاي الدنيا ما رح يكون في عندك فرصة لتحسي بحب الأم ولا بأي وقت حتى ولا بأي شكل أي صح؟ معك حق أوزان أنت أحسن مني بكتير كلمة لا 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 لا.. 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 ميليسا؟ يا ترى فاضية مشان نحكي؟ ايه طبعا أنسة شو القصة؟ بيكون أحسن لو نفوت نحكي جوه يلا تعي ايه وبعدين أنسة بدنا نضل قاعدين عم نتفرج على بعض؟ نعترتك لا تخبريني بدي فكر الألوان معنا طبيعية نوعية سيئة كتير شو ما حبيتي يا؟ لا.. حسيتها مو حلوة تمام بما أنه هيك رح نشيله شو يعني هلأ عم تعطيني درس ما فهمت؟ لو بتقليلي شو هي الأشياء اللي بتدايقك وبتزعجيك يمكن فيني لقي حل الموضوح شكلك عم تمزحي بالحقيقة ماني شاريتها أبداً هاي رسمة بابا عملي إياها لو أنك دققتي شوي عليها كنتي لقاتي توقيعه اي شو يعني؟ لوين بدنا نوصل هلأ؟ الموضوع ميليسا إذا حكاتي معي بوضوح أكتري ممكن أقدر ساعدك لتحليه شايفة إني بحاجة مساعدة؟ هذا اللي شايفتي من زاويتك؟ ماشي، طالما هيك ساعديني معناتها هي الطريقة اللي بيتبعها الكبار أنا رح أحكي لك هلأ وإنت رح تقليلي حبيبتي ميليسا لا تعملي هيك ساوي هيك وأنا بسمع الكلمة دغري هي أسوأ طريقة التواصل بشوفها بحياتي أنت عنجة حبة إنك تساعديني؟ أكيد بدي ساعدك ميليسا في طريقة أحسن من هي رجعي لي أمي يلا شي So شو صار؟ بصعب عليكي؟ بلاقيك سكتدي؟ ميليسا، لاكي سمعيني، فيك تخبريني أي شي بدون أحراج وين أمي؟ بمكان ما رح ترجع منه أبدا وهلأ يا آنستي رح أعطيك يا برا أولا لوحة أبوكي مو حلوة سيئة كتير تاني شي نحن أكتر من هذا اللي انكتب بملفك أنتوا ما درستوا لأمتحانكم ولا علامة صفر على قليلة هي أول خطوة ميليسا صباح الخير يا أميرة وهي تعادلنا ما منتصالح؟ هيا ليش لا؟ هلأ تصالحنا يلا لحقني رح نشوف مين بفوز يلا تعال كنت لازم أحذر هالشي ميليسا مستحيل تقبل تتعادل أبدا أنا برأيي لازم أتذكر حالك دائما بهالشي رح قتناسا منشان أنتي تذكريني دائما شو مخططة لهذا اليوم؟ ليش هالسؤال؟ عندي مفاجأ لأيكين بخصوص خططنا رح تعجبك كتير ليلا فقتي حبيبتي؟ ليش قافل الباب بنتي؟ ليلا حبيبة قلبي أنت منيحة؟ يمكن لسه ما فائت لأرجع على المطبخ كنات ليلا أنا ميليسا بكون رفيقة أكيم بالصف لازم نحكي بخصوص أكيم لا تعكلي هام أنا بيجي بأخذك من البيت على فكرة ليلا بهداك اليوم فكرنا كتير أنه نروح لعندك بس لما إجت أكيم صار في عندنا هم كبير كتير كل شي عملته أكيم المسا ما كان صح حطتك بهيك موقف وعفكرة هالشي مو نقص ما في فرق بيننا وبينك أبدا بس أكيم ما لحق تعمل هيك لأنه هذا الشي غلط ما هيك أوزان؟ بالحقيقة ما بيصير نعصب على أكيم لهي الدرجة لأنه بتحبك كتير وشي طبيعي تدور على حدا تفرغ طاقته فيه ونحن ما وفرتنا بصراحة ما كتير رفمت عليكم ممكن أفهم شو بتكون تخبروني ليلا حياتي حبة إنه نكون رفقات من اليوم قلتي رفقات؟ هو أكتر من هيك بكتير وبدنا إياك تجي عمدرستنا لا تعكلي همشي ما تفكر كيف بدك تجي نحن مو رفقاتك فإشباري بدنا نساعدك حبيبتي ماشي زمانك مرتاحة لحطلك مخدة وراك ليش ما شربتي كاستك؟ شربية يلا مو معقول شو حلوة عن جد حلوة ميليسا أنا مو متعودة على هذا النوع من المكياج أبدا يعني آيلاينر وهيك تعالي لشوفك منيح قربي تعي هادو اللقلقات ميليسا رح يكونوا عندي وعندك بس فيك تعتبر ينرمز صداقتنا اتفقنا؟ لا تطلعي هيك عن جد طلعة كتير حلوة يا بنا أنت الحلوين حضرت لكم الفطور ومكلوا لقمة ما بيصير تروحوا على المدرسة بدون أكل لا شكراً كتير إليك أنا ما بحط ولا لقمة بتمي الصبح وأنا كمان ما بدي أفطار شكراً ستي إيه لكن يلا نمشي مو حلوة بحقنا نتأخر على المدرسة من اليوم الأول يلا خليكم اللحظة رح أجيب رز مقري عليه مشان البركة معناتها معنا شوية وقت ألو نحنا جاهزين فيكن تجيبوا السيارة يلا نمشي وهي الجزدان تمام شكراً كتير إليك سيد توحيد ممنونتك مشي الحال رح نشتغل أنا وياك كتير حلو شكراً إليك بس لا توغزيني أنت جاية تشكي همك أم فوتك بهموني عادي ما صار شي ايه شو صار بموضوعك أنت خبريني بسرعة لما قلت له الحقيقة بوشو أنه هو حدا حرامي واستغلالي قلعني من الشغل طيب شو مشى لقصة المدرسة هلأ هو دفعه أصلاً على أساس دعم لأخته يعني ما هو حاطت إيده على كل أملاكنا أقل شي ممكن يعمله يدفع القصة خلص ما عاد رح فكر بهذا الموضوع نحنا رح نهتم بدراستنا ونخطط للمستقبل ونحقق طموحاتنا كلها ورح ننسى موضوع المساري لا تخبري حدا عن هذا الموضوع ودي لا هذا الموضوع ولا عن يلي حكينا مبارح ماشي أوكي وعد الأصدقاء وحتى وعد شركة السكن شكراً كتير إكي عفواً بس أنا ما عملت هذا الشي لأحميكي يعني لازم خليكي جنبي عطول مثل ملاكي الحارس عرفتي؟ هاذال؟ نحنا متزعلين؟ ولو كانت شو نحنا أولاد صغار يعني؟ إذا بدك الحقيقة نحنا تزعلنا لأنك أنت الولاد مو أنا تماماً بما أنك عم تحكي هيك معناتها مو معصبة صباح الخير للبنت البطلة فين نمشي هازالت أخرت عالدرس؟ لازم أحكي معاك شوي يكين لحالنا مستحيل أنا ما بتركب نوم لو سمحتي هازال؟ طيب لكن أنا بالكافيتيري قالوا ميليسا وصلتوا ولا لسا؟ طيب تمام 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 ممتاز كثير منيها ميلي أنت جيب الغراض اللي تركينهم بسيارتك يلا بسرعة وصلوا يعني؟ إيه هنا نوصلوا صاروا هون هلا ليش تاكي تقول يلا أحكي اللي عندك؟ رحتي من عندي فجأة إذا عزيز دعيائك قولي لو سمحت مو عزيزي اللي زعجني مين لك؟ مين هات؟ أنا ما قدرت تعرفوا بس يكلوا شي حدا مهم والله قلت لنا الأولادي لعد يطلعوا السيارة من الكراج بس ما كانوا يفهموا علي يا رفقاتي بدي منكم سانية لو سمحتوا فيكم تجتمعوا عندي هون اليوم بدنا نقول أهلا وسهلا لشخص مهم كتير بمدرستنا إنتوا جاهزين؟ رحبوا معي أهلا وسهلا فيك لي نقول أشوف دافتوا لشوف ببعضا هي مجرد البداية بس، بواعدك تم بس طيبها المدرسة أنا من هلا كتير مبسوطة ليلا؟ ليش ما خبرتينا؟ حبت أعملكن مفاجأة ليلا؟ حتى أنا ما قدرت أعمل هيك حلالة عليكي والله خلينا نروح نشرب شي بارد وبعدها منتفتل بالمدرسة يلا رفقاتي فيكن تروحوا بس بالأول لازم احكي مع كانات شوي تحكي مع كانات؟ ليلا؟ بقدر حاكيك شوي؟ ليلا؟ ما بدك تحكي معي؟ يعني أنا الوحيدة اللي ما فهمت شو أصدق؟ كانات عم يحاول يتقرب منه ويجيبها لصفه أكيد هيك القصة هم؟ الله ياخدك ليش إجت هاي البنت على المدرسة؟ أنا عم بحلم بهاي الغرفة من وقت ما خبرتني عنها إكيم متل ما قالت تماماً ليش شو خبرتك؟ ما في داعي تهتم بحكية الشي الأهم هلأ يضل وشي بيوشك كل ثاني ونضل مع بعض يعني لحالنا أنا وأنتي كانات أنا أجيت لهون مشانك بالأحرق أنا أجيت بفضلك كتير مبسطت وكلامك أسر فيني كتير شغلات اتغيرت جواتي بعد آخر رسالة منك أي رسالة؟ لو تعرف شو فرحت فيها هاللحظة ما بنساها بحياتي أصدك أنا بعدت رسالة؟ إيه رسالتك أخي فينا نحكي شوي بعد إذنك؟ بس نحنا عم نحكي مع وضوع خاص ما فيني استعجل شوي لو سمحت استني أنا رح أرجع فورا قل لي عزيز جاوبني لشوف لسا بدك تعمل شي من شان تحميني؟ لا تقل لي إلك على أبي ليلى البنت عم تحكي عن رسالة عزيز شوفي عزيز ما عملت شي جديد فهمني ليك أصحك أصحى تكون انت باعتها من موبايلي عم تفهم لك يا غبي تواصلت معا ما هيك؟ هلأ رح روح لعنده وخبره وبعدها ما عد رح كون لعبة بين إيديك برأيي ما تقول لشي أبدا ليش بالله؟ إذا أنت قلت لليلى كل الحقيقة فأنا رح أقول لأبي كل الحقيقة كمان أنت ناوي تحرقنا كلنا، مو هيك عزيز؟ إذا اضطريت، الشي متعلق فيك كأنه المكان أديأ من ما توقعت أكل حال أنت اللي زرعت القوة جواتي لحتى تشجعت واجيت على المدرسة أنا بموت فيك كانت أحبك كتير ورح كون صبورة بموضوع مليسة بعدك أساساً بس صير الوقت أنت رح تعمل الشي صح ومشان إكيم كمان أنا متأكدة أنا لا هلأ ماني مصدق الموقف، شفتوه أديك أنا تبصوطة؟ والله منها ناحية مرجع القلب والله أنا إذا بصر لي هالحشد يستقبلني متل أصص الأفلام كون مبصوطة كتير، ليش الكذب؟ إيك يمشي بك؟ شو اللي يمزع لك؟ القصة مو مستاهلة لك كيف بيهسر عن سيتو شو صار معنا؟ هادول الناس بيطلعو كل فوق وفجأة بنزلو كل على الأرض لكي لكي على أساس ما بدك تخبري حدا أبداً وليش لا حتى ما أخبر حدا؟ بما أنه عمل شغلات خطيرة مثل ما قلتك، ليش لا أسقط وخليه يعمل بليلة نفس الشي فهمني؟ إذا حاكتي رح تزيدي عصبيته أكتر مبدع في كانت، من شان يصير يلي بيباله مستعد يدعس على الكل، إذا بيأسي أخوه متخيلة شو ممكن يعمل؟ مو هاممني، بدك خليه يتضحك عرفيتي قدام عيون؟ أكيم، وسقفيني لو سمحتي، أنت عم تحاولي تعملي خير بس القصة ما أنا بها السهولة تمام، رح روح خبر أهلك، رح أقول لأبوك بل كي بيعمل شي؟ أصحك، أصحك أكيم، لكي بس أنت يلي فرجاتك شو ممكن يعمل أخي بس يعصب، أنت الوحيدة يلي بتعرفي هذا الشي نسيت شو شفتي بالمسبح؟ كيف يعني؟ هو اللي أزاك؟ بيخوف، أسوأ إنسان ممكن تتعرفي عليه؟ حبيبتي ليلى؟ من يحيا اللي شفتك قبل ما اعتبلشوا الدرس، أول شي أهلا وسهلا بمدرستنا، اسمي بحار وأنا أنسة الأرشاد النفسي شرفت بمعرفتك أنسة بس حبيت إليك مرحبا، فيك تجي لعندي أمتى ما عبدك؟ حاكيني بأي شي زعجك وأنا بساعدك أكيد بابي مفتوح دائما، تمام؟ تمام، شكرا لك يلا يا روحي موفقة بالدرس شكرا لك تير هاي؟ نتبهي على حالك، يلا بشوفك أكيد بشوفك يلا بنات حركوا حالكن شوي يلا يا عيني وانتو كمان لش هيك واقفين ما تجيبوا الطاولة لرفيئتكن الجديدة يلا فورا شكرا للا أهلين زمالين عم Nag Olis فريد 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 وكل جيد فريد م southeast أتشف اشتركوا في القناة للتهاية اشتركوا في القناة